هل يبقى قدر العراقي أن يعيش وسط الصراعات؟ سؤال يعيد العراقيون طرحه مراراً في ظل تمسك الأحزاب بالسلطة ورضهم تسليمها وتدويرها بينهم وفق عملية سياسية فصلت بالأساس على قياسهم وتشير مصادر سياسية إلى أن الإطار التنسيقي الذي أعد لهدف واحد وهو لم شمل البيت الشيعي كما يسمونه بدأ بالتصدع بعد اختلاف توازنات القوى لمصلحة قيس الخزعلي الذي يريد الهيمنة وميليشياته على مفصل الدولة وتقليص نفوذ نور المالكي وتؤكد المصادر أن الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي شهد اشتباكاً حاداً بين نور المالكي وقيس الخزعلي في ظل إقالة السودان للعديد من المسؤولين بذريعة عدم كفاءتهم وهو الأمر الذي دفع بالسوداني للصمت في ظل وصول الأمور إلى مرحلة كسر العظم وانفراط العقد الهشي للإطار التنسيقي قبل إعلان قوائم انتخابات مجالس المحافظات المؤمن إجراؤها نهاية العام الحالي أمام هذا الصراع يظهر الصدر من جديد للساحة وسط تأكيدات مقربين منه مواصلة تحضيرات تياره لخوض انتخابات مجالس المحافظات رغم علانه سابقا اعتزال العمل السياسي ويؤكد برلمانيون أن التظاهرات الأخيرة التي أعلنها الصدر رفضا لأحراق القرآن الكريم في السويد لم تكن لهذه الغاية فقط بل استعراض قوة أمام مكونات الإطار التنسيقي التي تعرف تماما أن الصدر يترقب للانقضاء عليها على الجانب الآخر يبدو أن الشارع العراقي غير مهتم بانتخابات مجالس المحافظات القادمة مع علمه التام بالتوافق الأمريكي الإيراني على الحكومة والتشكيلة التي تحكم البلاد وتعلق صحيفة The National أن مقاء العراق في المرتبة 157 من أصل 180 بمؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية هو أبلغ شاهد على عدم نية شركاء العملية السياسية للإصلاح في وقت تعاني محافظات العراق كافة وهي مقبلة على هذه الانتخابات من ضعف الخدمات وتدهور ممنهج للبنية التحتية في ظل عدم معاقبة المسؤولين عن سريقة الأموال المخصصة لتنمية العراق ترجمة نانسي قنقر